مرحبا اصدقائي معكم احمد شوام من قناعة كانجستر جيم للتكنولوجيا اليوم اصدقائي يجينا فيديو جديد عن طريقة استعادة الملفات المحذوفة من اجهزة الايفون او الايباد او الايبود تاتش البرنامج هو عبارة عن برنامج اسمه اي مايفون طبعا البرنامج هو بيعمل استرجاع للملفات المحذوفة من جهاز ايفون او ايبود او ايبود تاتش وبتقدر استرجاع جميع الملفات في حال صار عندك تلف الجهاز بالصوص او او اعادة مصطع او خطأ من نظام التشغيل او كان الجهاز ضايع او تقدر استرجحين من الايبود طبعا اصدقائي البرنامج اللي راح نستخدمه بالشرح هو الاي مايفون راح نحطركم اي اسفل الفيديو في صندوق الوصف بتقدر تحمله من الرابط وبتقدر انك تتابع معي بالخطوات بعد ما تحمل التطبيق لحتى تعرف كيف راح تسترجع الملفات المحذوفة من جهاز ايفون طبعا عندنا عدة الشاشة الرئيسية زي ما احنا شايفين طبعا هاي الواجهة الرئيسية طبعا كل الخيار من هون بيعطيك ميزات ممكن انك تستخدمها في الاداة طبعا هاي جميحة موجودات هون بس هاي موجودات بشكل مفصل هون بشكل افضل من ما عليه هو في الشاشة الرئيسية الخيار الاول لو اجينا على الخيار الاول و اجينا شبكنا الجهاز الايفون في الكمبيوتر طبعا راح نشوف انه الجهاز راح يتعرف على التليفون و راح نبلش عملية الاسترجاع لو اجينا عملنا التالي راح نواجه طبعا في عنا عدة ايقونات بيحكي لك حدد الايقونات اللي بدك انت تسترجع البيانات المفقودة منها طبعا انت بتحدد وتختار البداكية من هون و تجي بتعمل عملية مسح الان راح تعمل عملية اعداد للبيانات المفقودة راح يبلش الان عملية الاسترجاع طبعا عملية الاسترجاع بتختلف من جهاز لجهاز حسب كمية الداتا اللي موجودة في الجهاز او اللي انفقدت من الجهاز طبعا هذا الحكيه بيعتمد على كمية البيانات كل ما طونت العملية كل ما كان عملية الاسترجاع لجهازك كانت بشكل اكبر بحسب البيانات اللي انت فقتها طبعا الآن طبعا زي ما احنا شايفين من الملاحظات اذا كان لديك حجم كبير من البيانات سوف يستغرق المسح وقت اقوال اطول فيرجى الانتظار طبعا الان راح ننتظر بعد ما خلص مية بالمية جاري تحليل البيانات الآن راح يبلش استرجاع البيانات زي ما احنا شايفين طبعا عملية الاسترجاع زي ما حكينا بتاخد شوية وقت هنا على شريط الجنب سيبين لك شو الخيارات التي تم استرجاعها كما نرى هنا جميع الخيارات التي تم استرجاعها سجيل المكلمة كما نرى استرجاعها هناك جهات الاتصال هناك صور تم استرجاعها هناك إشارات مرجعية تم استرجاعها هناك سجيل وتاريخ تم استرجاعها هناك استرجاع تختار تصفح إذا كنت اضعنا على الديسكتوب سأضع على الشاشة الرئيسية اختيار واعمل استرجاع تم استرجاع الملفات سوف افتح ليها على طول سأجدني الاتصال سأجد داتا سأجد الصور سأجد جميع البيانات التي استرجعتها إذا كنت استرداد من الايتونز ما يعني استرداد من الايتونز استرداد من الايتونز مرات نسخة مشفرة في الايتونز وأنت استعملت لها باك اب من الايتونز طبعاً تستطيع ان تفتح هذه النسخة سأجد جهاز 5S قدامي سأجد طبعاً سأجد بمساح الآن سأجد جميع النسخين موجودة في الايتونز سأجد البيانات التي اظهرها سأجد عليها مرة ثانية لأن هذه هي البيانات التي انا عملت لها باك اب على الايتونز فاعملتها بشكل لا أفعلت ملفات باك اب بشكل كبير لحتى لا أخذ وقت كبير في البرنامج ماتمن له من الفيديو. زي ما احنا شايفين نفس الاشي يعمل الاسترجاع على الصور ومع جميع البيانات الموجودة في النسخة الاحتياطية. الان الاسترجاع من i cloud. ما يعني استرجاع من i cloud في حال ضع جهازك وعندك حسابك i cloud في بيانات وعندك تسترجعها كل اللي عليك انك تتوضع الى لا تستطيع استرجاع ايكلاود على اجهزة اندرويد لانه لا يزبط كل ما عليك انك تسجل الدخول بالايكلاود الخاص فيك طبعا الان سأسجل دخول سأدخل البيانات وأسجل دخول الان لما أسجل دخول على طول سيبعت لي باسورد على الجهاز طبعا التحقق بخطوتين سيبعت لي باسورد سأعمل له رسال ارسل الرمز برسالة الان بعد ما يوصل الرسالة سأدخل الرمز اللي وصلني سأنتظر قليلا ويفوت على الايكلاود سأعمل لي عملية استرجاع زي ما احنا شايفين ظهرت عندي الايكونات اللي بقدر استرجاعها طبعا عندي فيهم صور في عندي جهات اتصال في عندي تقويم وفي عندي كثير من البيانات اللي ممكن انا استرجاعها سأنتظر قليلا حتى تظهر جميع هذه البيانات الآن زي ما احنا شايفين باجي بقدر عمل له مسح الان راح تتم عملية اظهار البيانات زي ما احنا حكين جارة في احصل ايكلاود وهي العملية بتاخذ شوية وقت لحتى يسترجحها لانه بيعتمد على كمية البيانات اللي موجودة في الايكلاود او في جهاز التليفون الخاص فيك راح ننتظر الآن قليلا حتى تتم العملية 100% لا نوصل معنا 96% 98% زي ما احنا شايفين راح تبلش عندي تظهر الصور نفس الاشي وجهات الاتصال بس كل اللي علينا انه ننتظر قليلا راح نشوف زي ما احنا شايفين جهات الاتصال ظهرت موجودة عندي بقدر كمان اني استرجحها كل اللي علي نفس الاشي باحدد البيانات من هون باجي بحددها وبعملها استرجاع وبختار المكان اللي استرجع فيه الآن اصطلاح نظام اي او اس من ميزات التطبيق انه فيه اصطلاح لجهاز الايفون الآن وجيت على الوضع القياسي في حال صار عندك مشاكل في الشاشة صارت عندك شاشة سوداء او علق على شعار ابل ظهر عندك علامة الايتونز او انكسرت الشاشة وصارت شاشة تجميل بتقدر انك تتوجه للوضع القياسي وتيجي تعمل التالي على طول راح يختار نسخة البرنامج ونوع الجهاز ويختار نسخة البرنامج وتعمل لها تنزيل الآن لو رجعنا هون عندنا الخيار الوضع المتقدم هو في حال انك نسيت كلمة المرور قفل الشاشة او صار فيه مشاكل ما قدرت تعمل اصطلاح للجهاز طبعا هون انت في حال كان عندك كلمة سر ما راح تقدر انك تفوت على الجهاز او تعمل اي اشي بس كل اللي عليك شو تعمل تيجي على الدخول والخروج من وضع الريكيفري مود والداونود مود طبعا في حال عندك كان احدى الكبسات مثلا الكبسة الباور او كبسة الصوت او كبسة بالنص خربانة وما قدرت انك تفوت على الريكيفري مود كل اللي عليك نتيجي بس كبسة الدخول الى وضع الاسترداد الان راح نشوف راح نواجه انه الجهاز تم الدخول الى وضع الاسترداد هيك بتقدر تعمل انت سوفت وير للجهازة وزي ما حكيت لكم الان باجي بعمل تأكيد لو رجعت الوراء باجي بقدر اعمل وضع استرداد بدون ما افقد بيانات وباجي بعمله تنزيل ونفس الاشي في حال ضلت عندي في عندي جهاز والشاشة معلقة على الايتونز بس كل اللي علي اني اعمل التالي وهاجي اعمل له الخروج من وضع الاسترداد زي ما احنا شايفين تم الخروج من وضع الاسترداد هاله الجهاز بيشتغل بدون اي مشكلة وبكون طلع من وضع الاسترداد طبعا الادا اللي راح شرحت لكم اياه راح نحط لكم اياه اسفل البيديو في صندوق الوصف كل اللي عليك انك تفوت على الرابط طبعها وتفوت على المقالة الخاصة فيها لحتى تفهم اكثر شو الميزات اللي بتقدمها هاي الاداة رابط التحميل راح اكون مرضو حطوكم اياه اسفل الفيديو بتقدر انك تفوت عليه وبتقدر انك تحمله وتشتغل عليه اجاز اشتغل مية بالمية بدون اي مشكلة لان اعطاني تم الخروج بنوضل الاسترداد بنجاح بدون اي مشكلة في حال وجهتكم اي مشكلة يرود حطوري اياه اسفل الفيديو بالتعليقات لحتى اقدر اساعدكم وان شاء الله نقدر احلها مع بعض بدون اي مشاكل اتمنى لكم يوم سعيد اتمنى لكم ما قصرت معاكم بالشرح كان معاكم احمد شهوان من القناعة ويعطيكم الف عافية